معمل خياطة الوزيرية الذي كان أكبر معمل في الشرق الأوسط كما يقول صاحب المقطع والذي كان يوفر العمل لعشرة ألاف شخص متوقف منذ الاحتلال عام 2003 وأهمل من قبل الحكومة في بغداد بل وتم تأجير مخازنه لأصحاب سوق الجملة دعونا مشاهد السلام عليكم اليوم طبعا نحن المعمل الوزيرية تم لا تتعجبون شوفوا هذا المعمل اللي هو أكبر معمل بالشرق الأوسط اللي كان أكثر من عشرة ألاف عامل يشتغلون به هاي مدينة كاملة يعني ما المعمل خياطة حسنا حاليا كل الدولة سويتها عبارة عن مخازن وأجرتها الأهل الجملة يعني بسأل بسأل هذا المعمل وهذا المدينة كاملة ما نستطيع نفتر بي يعني ما يخلونه هس حاليا لو يستغلون به يوفرون به مكاين والموالدات جاهزة ومو أكثر من عشرة ألاف عامل هس يسير له ليش هاي الناس اللي حطال البطارة القاعدة زين هاك سوف المعمل يعني ضخم ضخم في شكل مو طبيعي هاي بعد يعني دار يدفتر يدفتر لبن الساحبي ليش يعني حسدها شغلة وهي الناس القاعدة والموظفين وهي أصحاب الشهادات الله يرضي لو إحنا بس مالبوق